اشتركوا في القناة اعرف من حبهم ليسوع وبس عرفوا انه عن جد اذا هذا الشي رح يقدر يساعد الناس نحن مستعدين ان نقدم هذا الشي وبتخيل هذا بالنسبة للي انا شخصيا كثير بقدره بقول جيسيا هيك ما بعرف لك اتمرت بس احضر حيالا واعز او واعزة بالعالم بحس شي مرات الانسان بقلبه كان يقول واعز اذا عم بتحس انك هلأ انت كئيب هيدا الحديث يوم للك انا بقلبي بدي اقول بريز انت او انت اذا عم بتحس انه عم تودي عبيتك ما بعرف لين مقصرين انا وياك اليوم اذا عم بتحس انه عم تودي عبيتك او في شي مكسر بريز جايين خي واخد يحكوك انه بريز ما تعمل هيدا الشي و بريز اسمع ورح نصلي سوى لانه انا مأكد انه في شي رح يكون رائع بتعرفوا ان احنا هلأ عم نمرق بوضع كتير سعب رواد ومريان يعني دجا اصلا نسبة الطلاق كتير عالية وهلأ بعد الوضع الاقتصادي العالمي والكورونا والضغط اللي عم بيصير ان احنا مش مقاهلين له فايلات بحيلة ناطرة صدمة رح تكون على المجتمع مشان هيك حبينا نحنا انه اليوم اللي بيسمعني بيعرف انه انا شخص اذا بده حدا يطلق ما بيجي لعندي معروف يعني ما حدا يجي لعندي بيطلق لانه انا من النوع اللي بالعكس بقامن بالزواج وبقامن انه كل اتنين قدرين يمشوا بهيدا الزواج بدي خبر شوي قبل ما نبلش هيكي عن ناتالية ناتالية تعرفت علي من فترة تقريبا كم سنة ناتالية ستة سبع سنين ستة سبع سنين اجت لعندي ناتالية كان دي جام طلقة اكيد وانا بس اعت معا خلال راحتك منوح بدي بلج اكيد لانه رح نحكي اكتر عن موضوع الطلاق والجو من النوع اللي جو شوي قصته مختلفة جو كان بالكنيسة ربه بالكنيسة معنا وشعرت معه مثل الابن الضال اللي خسرناه لفترة ورجع كمان شوي ايموشنل يعني عاطفي شوي بالنسبة لقلي لانه تعامل معهم هني اكتر من اصدقاء او اخوة بالنسبة لقلي مشان هيك مش سهل يعني مع ابني قدرت افصل اكتر من معهم ما بعرف ليش هلأ هيك رح نحن نعم هاين لانت بعطيهم ومشيت معهم ممكن ابكيتو سوا وانتصرتو سوا خلنا هيك نتعرف عليهم اوشي انا كتير فرحانة فيكم وشو حلو انت نريتهم بيتابعوا من القلب للقلب ودايما بيشاركم لاشخاص هنزت فعالين بالبرنامج فيك تعارفين اكتر عن حالك نتالي انا اصلا بدي اقولك انه انا انتو كاكوبل بحبكم كتير نتالي عندي ولدين مثل ما عرفته انه امطلقة بشتغيل اولا ده ايه بشتغيل بشركة بتعمل برامج تليفزيون اوهلا اولا ده واحد وردتاني راحوا على كندا عايشين بيون موجود هونيك فعايشين هونيك وهلا انا عايشة هوني ببيروت بخدم بالكنيسة وشتغيل شكرا لانو جيت وهكي انا امشور احتكون الحلقة كتير حلو شكرا لانا انا مفصول عمزاد جو شكرا لانتونا واشغلي منهاي جو غريب صرت فورتي سنجل داد انا اصابي بنت براين عمره تساسنين كريستين عمره خمسة سنين almost five years شكرا لانتونا بشتغل في فنديق ماشين كومباني وكنت عيش بره مثل خبراتكم جاسي part of the church جات جيتان كميسي بعد بعد الدمار صار معي واملفي ايش حيات مبسوطة اهلا وسهلا شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم تعرفوا اليوم انا اللي مش عارف انا بارقة ضهري سلامة قلبي كانت سو جايب الادوية معي البلكي حدا مبدو يتحبي حبي عالسريعة بس اذا عن جد انا اليوم بجي بقلكم اوكي في حب الدواء هالحب الدواء اخترعوها هلا بما انه التطور كتير ماشي هالحب الدواء اذا بعطيكم ياها صحتنا بتصير احلى يا روان زواجنا بيصير افضل ولادنا تربيتهم بتطلع بتعقد تاخدوها لحب الدواء للاسف كتار منا بدون انه صحتنا تكون منيحة زواجنا يكون منيح ولادنا يكون منيح بس بيتعاملوا مع هيدا شي متل حب الدواء انه يلا في شي دواء ناخدو حتى نقدر نغير نو اللي كتير بحكي عنه انه عن جد الزواج اذا انا حفظت عليه رح حافظ على صحته رح حافظ على ولادي رح حافظ على حتى الزواج اللي انا عندي مشان هيك اليوم ما رح انا احكي كتير لانه انا انا كتير حكي عن اضرار الطلاق الدي بيدمر اعلى نسبة دبريسيون احباط معروفة عالميا بالرجل والمرأة مثل بعض بعض الطلاق من اعلى النسب تاني شغلة كتير منحكي عن الدمار الصح اللي بيعملوا لانه لو قدمى التعب النفسي المنت الالنس الامراض النفسية اللي بتصير حتى الجسد القلب الضغط التعب الجسم كله هيدا بيأثر هادي دراسات حكينا عننا كتير عدا عن انه الولاد قد بيطلع عندهم تأثير ان كان هني بيعيدوا نفس الطريقة بيطلقوا ان كان هني بيصير عندهم علاقات فاشلة ان كان هني بيصير عندهم انحراف وان كان هني بيصير عدائية وعندهم كتير حتى هني بامراض نفسية اذا بدنا نقول او حتى بصير يعملوا تراوما كمان هادي كمان دراسات حكينا عننا بحلقات كتيرة ولكن هلأ مش رح نحكي هلأ رح نسمع اوكي اشخاص رح يشاركون عن جد هاي شو هيدا الاختبار لانو بتضلي تقول انو اوكي هيدا انت عم تحكي هيدا لأ بس خيني عن جد نشوف من اشخاص انا بعرف رح يحكو ناتالي خلينا يمكن شد بس طمع الناس رضيع جو جو زوجته منا موجودة هون مش انو ناتالي و جو مطلقين كل واحد عنده عائلته بس الناس ما تخرط هلأ انو صحوهن اخوة يعني جيين كل واحد يخبر رشادته عطريقة من ميلي ناتالي انا تعرفت عليك من كم سنة وبعرف حكينا كتير انا وياك بس حبي اسألك سؤال هلأ شو هي بعض المشاعر اللي عنايت مننا بعض الطلاق انا ابدا ما بحب ارجع فكر بهيدول الايام بس بدي حطهم قدام الناس لحتى يعرفوا انو شغلي منه هيني يعني منه الحل هلأ صاريت معي ما بق في ارجع لورا بس منه الحل المناسب اول انا اكتر شي بتذكر اذا بدي ارجع لورا سأتي بنفسي جيت مش ما في سأة بالنفس يعني كتير محبطة شايف الدنيا سوداء وبعدين كنت انساني مرة مرة على الحياة فعلا يعني ما حب شي ما حب العياد ما حب شوف عرس ما حب شوف حدا حبلي كنت يعني كان حدا يقل لي حبلي حرام اشها قدام اقلت اقل لي اذا يا حرام هي تبقى حبلي مبسوطة وانا قل لديك جيب اولاد يعني فعلا كنت انساني كتير مرة وانا ما كنت عارفة المشكلة تبعيتي انه ما كنت عارفة انه انا ديبرست كنت بفكرة انه هاي دي الحياة نورمال لانه بذكر شو انت وين انت بدك مساعدة واكيد لانه انا ما بعرف اكيد ولا مرة مطلقة من قلة المعرفة ما اهتمت بحالي وكانت قاسي علي جسي مرأ شيء لتونا تالي بدي اسألك لا ما بحب اسألك لا وما بدي اعرف مين بس هل قالت ما عندها ثقة بنفسها لان عم بس سؤال وما بدي اعرف حياتها بس اسأل هلا انه لاخد قرار يطلق بيخلي التاني ما يعود يعني اذا زوجنا تالي هو لاخد قرار بالطلاق مشان هيك حسيت ما عندها سعب نفسها او لو الشخص هو اخد القرار بالطلاق ما بحس عنده سعب نفسه هي الى تأثير من الميلتان بس بتخيل هي حسيت بالفشل انه هي فشلت انه هي منى الرسالة اللي وصلت لانه انت منك جود انه انت منك يعني قد انك انت تقدر تكملي هيدا العلاقة وهيدا صار كأنه حسيت بالرفض يعني هين رفضت وشعور بالرفض كامرأة بهالزلة كيانة يعني كأنك انت كامرأة ناقصة انت منك مكملي دورك او انت مقدرت تكفيني انا كرجل هول كل المسجز تصل لهم المرأة اذا رفضت او اذا صار الطلاق وحتى اكيد بحب دايما هول حساس الحديث اللي نحكي ناتالي وقت كانت شوف الاشخاص اللي عم بتجيب ولاد لا لأ لأ لأن ما بتحب ولادها هي بتعشاؤهم بزعلاني لأن شو صار بولادة ما بدي يصير بولادة تانية صح الحياة صعبة وفيها كتير عذاب لأ شو بدي تجيبك أنا لأ كنت شوف العائلة انا عند اثنين كنت شوف العائلة انا وزوجي السابي ومارك وميغال ما كنت شوف حالنا ثلاثة انا كتير بحب الكوبلز باي طوائد يعني انا جوزت عن حب ما جوزت عن ريزون عن جد كنت كتير منة ايجابية كنت كتير متشاق يعني كأنا اعتبرت كان هالحب وهم او كنت مصدقة بوهم وفجأة حسيت انا كل شي تشيل لهيك ميت سؤال وليصار هيك وليش انا وليش يا الله هلأ مصال على اكيد هذا لأنه هي كانت عم تمرق بمرحلة المنسمية الجريفينج يعني هي عم تحزن على الاخسارة الكبيرة ونحنا بنعرف مراحل القلم اللي بيمرق فيه الانسان بيبلش النكران الغضب الاحباط لتوصل للقبول سهي كانت عم تمرق بكل هالمراحل قبل وأكيد هيدا سعدها انه تفقد سأب نفسه وبيكل شي حتى بشغلة بالقدرات طبعولة بهي مين كشخص يعني هيدا بيأثر عبسين انا اطلع اني انا انا منك يعني كاملة حتى بهذاك الوقت كمان لانه من فترة كان المجتمع كمان كتير صعب وما ننسى انه كانت المرأة المطلقة بالنسبة لقالها انه تسمع هيدا مطلقة ناتاليا تتذكر اذا كنت تشيركي ادي هالكلمات كانوا يضيقوك حتى الاسم يعني بنت ميشيل الكبيرة المطلقة عرفتي تفقد كتير اشياء عم بحكي عن حالي انا هيدا هيدا خبرتي صراحة ناتاليا شو بتحسي اكتر شي فقط خسارة كبيرة بهالمرحق انا انت بموت اكتر خسارة انا بموت بالعائلة و بموت بولادي وكنت حب الكابلز يعني بعد حب الكابلز بس قصدي كنت حب فكرة الكابلز خسرت يعني صورة العائلة و انا بشبهها بمثل كيف تهدى مثل بناية يعني عمرت بناية كيف صار الانفجار هلأ وراحوا املاك العالم راح كل شي خسارة كبيرة مانو شي هيا يا